أعلن المشروع الصعودي مسام لنزع الألغام في اليمن عن نزع آلاف الألغام والعبوة الناسفة والذخائر غير المنفجرة خلال شهر أكتوبر المصرم في العديد من المناطق اليمنية وقال مدير عام مشروع مسام أسام القصيبي أن فرق المشروع نزعت منذ الثالث من أكتوبر 7476 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة مشيرا إلى أن فرق المشروع نزعت الأسبوع الماضي 1254 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة وذكرت غرفة عمليات مشروع مسام أن فرق مسام نزعت الأسبوع الماضي 105 ألغام مضادة للدبابات وتسعة ألغام مضادة للأفراد بالإضافة إلى نزع 1139 ذخيرة غير منفجرة وإلى ذلك أكد مدير عام المشروع أن فرق مشروع مسام تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 250105 متر مربع من الأراضي اليمنية وأشار إلى أن فرق مسام نزعت منذ انطلاق المشروع لغاية الثلاثين من أكتوبر 195271 لغما وذخيرة غير منفجرة